بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-3 معكم معلمتكم العلود ناصر الاعتابين ورحب باستاذتنا استاذة لغة الإشارة نسرين النصار اليوم بإذن الله سيكون درسنا عن توقع نواتج التفاعلات العضوية نحن في الباب الثاني مشتقات المركبات الهيدر الكربونية وتفاعلاتها وصلنا إلى الدرس الرابع وهو تفاعلات أخرى للمركبات العضوية كانت الفكرة الرئيسة في تصنيف التفاعلات الكيميائية للمركبات العضوية يجعل توقع نواتج هذه التفاعلات أسهل وأيسر ماذا تعلمنا في الحصة الماضية؟ تعلمنا تفاعلات الأكسدا والاختزال وتدريبات عليها الكيمياء في واقع الحياة الهيدروكربونية العطرية المتعددة الحلقات اليوم ماذا سنتعلم؟ سنتعلم توقع نواتج التفاعلات العضوية ثم بعد ذلك الخلاصة وحل سئلة التقويم إذن عنوان الدرس تفاعلات أخرى للمركبات العضوية تصنيف التفاعلات العضوية تفاعلات المركبات العضوية يجعل توقع نواتج التفاعلات أسهل وهذه هي الفكرة الرئيسة بالنسبة للأهداف تصنيف تفاعلات المركبات العضوية إلى أحد الأنواع الخمسة الآتية الاستبدال الإضافة الحذف الأكسدة والاختزال والتكثف وانتهينا منها الحمد لله تستعمل الصيغ البنائية لكتابة معادلات تفاعلات المركبات العضوية أيضا انتهينا من هذا الهدف اليوم سيكون هدفنا تتوقع نواتج تفاعلات المركبات العضوية ما هو المحفز؟ المحفز هو مادة تزيد معدل سرعة التفاعل الكوميائي بخفض طاقة تنشيط ولكن لا يستهلك في التفاعل بالنسبة للمفردات الجديدة اليوم مفردة التوقع وهو التخمين أو الظن ماذا سيحدث في هذا التفاعل وماذا سينتج من هذا التفاعل فستتوقع عندما تشاهد التفاعل وتشاهد ماذا يوجد على السهم ماذا سيعطيني التفاعل توقع نواتج التفاعلات العضوية يمكن استعمال المعادلات العامة التي تمثل تفاعلات المواد العضوية لتوقع نواتج التفاعلات العضوية ما هي التفاعلات العضوية؟ ما هي التصنيف؟ وهو الذي درسنا سابقا كان أولا تفاعلات الاستبدال ثانيا التكثف ثالثا الحذف رابعا الإضافة خامسا الأكسدة هو الاختزال لنسترجع معا المعادلات العامة لتفاعلات الاستبدال كان أول تفاعل الاستبدال لتكوين هالدات الألكيل عبارة عن الكيل ويتفاعل مع X2 حيث أن الـ X عبارة عن فلور أو كلور أو برو سيعطيني هاليد الكيل وبعد ذلك هاليد الهيدروجي التفاعل الثاني تفاعل تكوين الكحولات من هاليد الكيل وإضافة OH حيث بإمكاني أن يكون مثلا NAOH سنأخذ منه OH يعطيني بعد ذلك كحول نحن قلنا تكوين كحول وبعد ذلك الهاليد يخرج التفاعل الثالث تفاعل تكوين الأمينات أيضا نبدأ من هاليد الكيل مع الأمينات أو الأمونية سيعطيني أمين وهاليد الكيل فهذه الأنواع الثلاثة لتفاعلات الاستبدال المعادلات العامة لتفاعل التكثف التكثف عبارة عن تفاعل بين مادتين وسحب جزء ما فالمادة الأولى تكون حمض كربوكسيلي والمادة الثانية تكون كحول فنسحب جزء ما تتكون رابطة استر فيما بينهم إذن هذه المعادلة العامة لتفاعل التكثف أيضا نسترجع المعادلات العامة لتفاعلات الحذف حيث أنها ثلاثة أنواع حذف هيدروجين من الكان من الكان هنا الألكان نحذف هيدروجين سيعطيني ألكين وأيضا جزء هيدروجين هذا النوع الأول لتفاعلات الحذف النوع الثاني حذف هاليد الهيدروجين حذف هاليد الهيدروجين حيث نحذف من هاليد الالكيل هاليد هيدروجين هاليد هيدروجين من هنا طبعا كربون كربونتين تكون تكون بجانب بعض ما وواحد من الهيدروجين هنا سيعطيني أيضا الكيل النوع الثالث لتفاعلات الحذف حذف ما حذف ما أيضا نحذف او اتش من كربون و اتش واحدة من الكربون التي بجانبها سيعطيني ماء ويتحول بعد ذلك المركب الى الكيل هذه هي التفاعلات الثلاثة للحذف المعادلات العامة لتفاعلات الاضافة اربعة انواع هي عكس تفاعلات الحذف اضافة الماء لالكيل يعطيني كحول لاحظ توزع الماء على الالكيل وعطاني كحول اضافة الهيدروجين الى الكيل سيعطيني الكان ولاحظ توزع الهيدروجين على الرابط الثنائي اضافة الهيدروجين الى الكيل سيعطيني هاليد الالكيل وتوزع هاليد الهيدروجين على الرابط الثنائي اضافة الهالوجين اكس 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 حيث توزع ايضا واعطاني ثنائي هاليد الالكيل اذن هنا تفاعلات الاضافة واحد اثنين ثلاثة اربع المعادلات العامة لتفاعلات الاكسدة والاختزاء اكسدة اما باضافة اكسجين للالكان يعطيني كحول هذا واحد اذن تحويل الالكانات الى كحولات اثنين نحصل على اكثر من منتج نحصل على هاليد نحصل على حمد كربوكسيلي ممكن ان يستمر التفاعل كل هذا يبدأ من الكحول مثال الميثانول كحول لاحظ يوجد هنا OH نعمل عملية اكسدة الاكسدة هنا حذف هيدروجين سنحذف هيدروجين هيدروجين سيعطيني بعد ذلك ماذا الميثانال او الفورمالدهايد ايضا النوع الثاني من الاكسدة اكتساب اكسجين اكتساب اكسجين سيدخل الاكسجين ما بين الكربون والهيدروجين سيتحول الميثانال الى حمض الميثانويك او الفورميك فاعطاني منتج من الف الى با ثم جين تستمر الاكسدة نحذف هيدروجين ماذا سيعطيني سيعطيني ثاني اكسيد الكربون اذا بإمكان الكحولات ان تستمر في التفاعلات التفاعلات الاكسدة حتى تعطيني في النهاية ثاني اكسيد الكربون ايضا الحصول على الكيتونات من الكحولات ولاحظ اني ايضا هنا بدأت في الكحولات لكن هنا الكحول الثانوي الكحول الثانوي لاحظ وجود الهيدروكسيل على ذر الكربون الوسطية هنا سيعطيني كيتون فلاحظ هنا اكسدة ايضا هنا حذف ماء سيعطيني اثنين بروبانون ويتوقف التفاعل عندما استخدم الواحد بروبانون سيكون هنا الهيدروكسيل على ذرة الكربون الاولى سيعطيني بروبانون عن طريق الاكسدة وايضا حذف ماء اذا هذه تفاعلات العامة للاكسدة والاختزال الان كيف نتوقع نواتج التفاعلات كيف نتوقع نواتج التفاعلات مثال توقع نواتج تفاعل الحذف لتفاعل واحد بيوتانول اولا لتحديد النواتج الفعلية ارسم اولا الصيغة البنائية لواحد بيوتانول بيوتا يعني اربع ذرات كربون فسترسم واحد بيوتا نول ستضيف الواتج في النهاية ثم استعمل المعادلة العامة نموذج لمعرفة كيفية تفاعل واحد بيوتانول اذا تستخدم المعادلة العامة حتى تقارن وستصبح نموذج لديك تبين المعادلة العامة هيدروجين وهيدروكسيل من سلسلة الكربون ثم اخيرا سترسم الصيغة البنائية للنواتج فهذا هو المعادلة العامة لاحظ هنا حذ جزء ما اذا اولا سترسم الصيغة لواحد بيوتانول لاحظ واحد يعني وجود الهيدروكسيل عند ذرة الكربون الاولى واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة يعني بيوتان اول يعني وجود الهيدروكسيل وعند ذرة الكربون رقم واحد اذا احذف جزء ما منه احذف هنا هذا الهيدروكسيل على ذرة الكربون الاولى ستحذف بعد ذلك ستحذف الذرة الاخرى من الذرة المجاورة لها الكربون ستحذف فقط واحد هيدروكسيل حتى يعطيني جزء ما اذا سيعطيني بعد ذلك يتحول البيوتانول الى واحد بيوتين واحد بيوتين اي الكين وبعد ذلك نقول اننا توقعنا ان ينتج من سحب جزء ما من البيوتانول الكين يعني واحد بيوتين الان تطبيق توقع النواتج تفاعل الحذف لتفاعل اثنين بروبانول اثنين بروبانول اثنين يعني وجود الهيدروكسيل على ذرة الكربون الرقم اثنين بروبانول يعني كحول اذا حسب المعادلة العامة لتفاعل حذف الماء من الكحول ماذا سيتضمن التفاعل او الناتج معادلة العامة لحذف الماء من الكحول سيعطيني الناتج ماء والكين ماء والكين إذن هذه هي المعادلة العامة هنا الألكين وجود رابطة ثنائية وهنا الماء إذن الآن لاحظ معي هذا هو البروبانول ثنين البروبانول أعطاني أعطاني بروبين هنا الرابطة الثنائية وأيضا حذف جزء ما إذن تم الحذف هيدروكسيل من ذرة الكربون الثانية وهيدروجين واحدة من ذرة الكربون الأولى فتكونت الرابطة الثنائية في هذه المنطقة إذن توقع نواتج تفاعل الحذف لتفاعل الثنين البروبانول ستقول سيعطيني ماء وبروبين مثال آخر افترض أنك تود توقع نواتج التفاعل بين البنتين الحلقي وبروميد الهيدروجين بنتين حلقي يعني خمس درات كربون بنتين يوجد رابطة ثنائية حلقي يعني حلقة وبروميد الهيدروجين بروميد بروميد الهيدروجين هيدروجين وبروم إذن بروميد وهيدروجين أتذكر أن المعادل المعادل العام للتفاعلات الإضافة بين الألويات والهالدات الألوي cycle الألويات لاحظ هنا رابطة ثنائية وهالدات الألويات طبعا nings هنا هنا سيصبح حسب المعطى لديه والمطب لديه هو البي آر إذن أيتش بي آر هنا الكينات الألكينات هنا هي حلقة بالتالي سيعطيني لاحظ سيعطيني الكان ولكن هنا حلقة إذن سيعطيني الكان حلقي أولا ارسم الصيغة البنائية للبنتين الحلقي ثم أضف صيغة بروميد الهيدروجين ويمكنك من المعادلة العامة ملاحظة مكان إضافة كل من الهيدروجين والبروم طبعا لوجود الرابطة الثنائية ستكون على الرابطة الثنائية لتكوين هاليدا الألكيل ثم أرسم صيغة الناتج إذن هذا هو البنتين الحلقي بنتين إذن توجد فيه رابطة ثنائية لاحظ موقع الرابطة الثنائية هنا الـ HBR وهو بروميد الهيدروجين إذن البروم سيكون على إحدى ذرات الكربون وعلى الرابطة الثنائية والهيدروجين سيكون على الكربون الأخرى إذن سيعطيني لاحظ طبعا لم يكتب هنا ولكن اختفت الرابط الثنائي الموجودة كانت موجودة هنا اختفت إذن دخل البروم لاحظ موجود هنا والإتش موجود في الكربون الأخرى ولكن لا يكتب عادة ولكنه موجود إذن سيكون التسمية بدل ما كان بنتين حلقي سيصبح برومو بنتان لاحظ تحول إلى آن بنتان حلقي برومو بنتان حلق الآن توقع نواتج التفاعلات ثم سميها لاحظ كان لدي CH3 CH3 اللي هو إيثان إذن ألكان لاحظ لم يذكر شيء على السهم ولكن وضع رابط الثنائية وضع رابط الثنائية إذن كان مشبع وأصبح غير مشبع إذن ماذا حدث له ماذا حذفه منه ماذا سحبه منه هنا تفاعل حذف للهيدروجين التفاعل الثاني لاحظ هنا رابط الثنائية لاحظ هنا CH2 CH2 بينهم رابط الثنائية السهم لم يكتب عليه شيء حتى يتبين لي ولكن الناتج أعطاني لاحظ CH3 هنا 2 كما هي وهنا السيل إذن هنا زادت ماذا هيدروجين واحد أحسنتم وهنا كلور واحدة إذن الذي أضيف هو HCl إذن هنا تفاعل إضافة حيث تم إضافة الهيدروجين على كربون والكلور على الكربون الأخرى إذن تفاعل إضافة هاليد هيدروجين المعادلة التي تليها لاحظ هنا CH3 نفسها CH2 نفسها ولكن CL أصبحت OH CL أصبحت OH إذن هنا استبدأ استبدأ الآن ننظر CH3 CH2 OH لاحظ الآن أصبح لدي إضافة لمركب آخر CH3 CH3 CO2 HO2 إذن عبارة عن حمض كربوكسيلي إذن ماذا سيحدث إذن لدي كحول وحمض كربوكسيلي ما هو التفاعل الذي يجمع بين الكحول والحمض الكربوكسيلي وماذا سينتج سينتج سحب جزء ما إذن سنسحب جزء ما من هنا والهودرجين من هنا إذن سيعطيني تفاعل نوعه تكثف أحسنتم تفاعل تكثف والناتج الثاني وسيكون جزء ما سيعطيني هنا استر سيعطيني هنا استر الآن توقع نواتج التفاعلات التالية لاحظ موجود على السهم سالب HBR الآن تبين لك يريد أن تسحب HBR إذن ماذا سيحدث حذف إحسنتم حذف ماذا سنحدث هنا تبين لدي في السهم أو على السهم موجود HBR إذن حذف هاليد هيدروجين من هاليد الكين تكون لدي رابطة ثنائية إذن الكين اسمه بما أنه عدد درات الكربون ثلاثة إذن هو روبي الآن انظر على السهم أيضا بيّن لك هنا سحب جزء هيدروجين إذن سحب جزء هيدروجين لاحظ سيتكون لدي بدل ما كان الكان والروابط فيه مشبعة أصبح الكين وأصبح عندي رابطة ثنائية إذن هنا نقول أيضا تفاعل حذف ولكن حذف ماذا حذف الهيدروجين من الكان لهو بنتان إلى وتكون الكين أو بنتي لاحظ الآن على السهم HCL أيضا ساحب أحسنتم ساحب HCL إذن حذف حذف هاليد هيدروجين من هاليد الكيل بعد ذلك تكون الألكين وهو البيوتين وناتج ثانوي وهو HCL الآن انظر ساحب ماذا عندي كحول ثلاث البيوتين والموجود على السهم سالب H2O إذن ساحب جزء ما أحسنتم ساحب جزء ما إذن الكحول عندما أسحب منه جزء ما سيعطيني الكين سيعطيني الكين إذن حذف ما من كحول وتكوين الكين لاحظ الآن أيضا لدي كحول كحول وإذن نسحب جزء ما ولكن ماذا سيعطيني هنا أيضا سيعطيني بروبين وسيعطيني الجزء ما إذن حذف ما من كحول وتكوين الكين أو بروبين الآن توقع هنا لدي الكين هو إثين وزائدا الهيدروجين إذن هنا تفاعل ماذا زائد يقولك زائد إذن أضيف إذن تفاعل إضافة حسنتم سيعطيني إيثان إذن سيضاف الهيدروجين على الرابطة الثنائية سيعطيني تفاعل إضافة جزء هيدروجين إلى الكين لتكوين الكان إذن إيثان سيتحول إلى إيثان أيضا لاحظ الكين هنا هاليد هيدروجين لدي رابطة ثنائية توقع ماذا سينتج على الرابطة الثنائية حسنتم ستتوزع هاليد الهيدروجين إلى سيعطيني في الناتج هاليد الكين إذن من الكين إلى هاليد الألكين إذن هنا تفاعل إضافة هاليد هيدروجين إلى الكين لتكوين هاليد الكين أيضا لاحظ هنا لاحظ XX إذن لدي هالوجين لدي رابطة ثنائية إذن سيضاف اليد إلى تفاعل إذن تفاعل إضافة تفاعل إضافة هالوجين إلى الكين لتكوين ثنائي هاليد الألكين انظروا الآن أيضا رابطة ثنائية ماذا سيحدث أحسنتم إضافة الهيدروجين أتمنى أن تكون وصلت لكم الصورة بشكل واضح الآن تستطيع أن تتوقع أي تفاعل ماذا سيعطيني إذن هنا تفاعل إضافة هاليد الهيدروجين إلى الكين لاحظ بنتين سيعطيني الكان اللي هو بنتان لأن عدد ذرات الكربون عندي خمس الآن أيضا انظر إضافة ماء إلى رابطة ثنائية كان بروبين إذن أضافت ماء مباشرة سيعطيني بوجود الكحول بوجود الأو إش إذن سيعطيني كحول ثلاثي البيوتيل إذن هنا نوعه إضافة ماء إلى الكين وتكوين كحول لاحظ أيضا هنا طبعا تشاهد أن التفاعلات هي عكس بعضها مرة إضافة مرة حذف إذن هنا الماء أضافته إلى المركب سيعطيني بروبانول أو كحول إذن من بروبين أو الكين يعطيني كحول إضافة ماء إلى الكين هنا نوعه بروبين تكوين كحول اسمه بروبانول الآن لاحظ هنا لدي تفاعل أكسدا وأختزاء ميثانال عملت لعملية أكسدا أعطاني ميثانال طبعا هنا الأكسدا في هذه الحالة حذف هيدروجينتين تتدى الرابطة ستعطيني رابطة ثناني إذن فرمالدهايد أو نقول الميثانا يستمر التفاعل أكسدا إذن الأو ستدخل هنا سيعطيني حمض الميثانويك سي دبل بند أو أو أتش فيعطيني حمض الميثانويك يستمر التفاعل نحذف الهيدروجينتين ترتدى الرابطة سيعطيني ثاني أكسيد الكربون إذن نوع هذا التفاعل تفاعل أكسدا أكثر من خطوة تحول الميثانول إلى ميثانال ثم إلى حمض الميثانويك الآن تدريبات أكتب عن يمين كل وصف العمود A رمز نوع التفاعل المناسب له من العمود B ذرة أو مجموعة ذرات يحل محلها ذرة أو مجموعة ذرات أخرى هنا يحل محلها إذن هي عبارة عن إحلال ذرة أو مجموعة ذرات يحل محلها حدد هنا ب R-C-L-F-I إذن مباجر سأقول أنه الهلجن G إضافة روابط إضافية بين ذرتين كربون ركز بالكلمات إضافة روابط إضافية بين ذرتين الكربون متجاورتين بحذف ذرتين كانتها مرتبطتين بذرتين كربون متجاورتين إذن هنا لاحظ أنه إضافة روابط إضافية هنا بحذف ذرتين كانتها مرتبطتين إذن هنا حذف حذف ذرات الهيدروجين فقط حدد ذرات الهيدروجين إذن هي F وهو حذف الهيدروجين إزالة الذرات التي تكون الماء إزالة الذرات التي تكون الماء إذن هو حذف الماء بأن إزالة إذن هو حذف ارتباط ذرات أخرى بذرتين الكربون المرتبطتين بروابط ثنائية أو ثلاثية ارتباط إذن هو هنا إضافة أخيرا إضافة جزيئات لتكوين جزيء أكبر مع فقدان جزيء صغير يقصد بفقدان جزيء صغير له الماء إذن سنقول عنه تفاعل التكاثف أو التكاثف الآن ضع دائرة حول رمز أفضل إجابة لحل الأسئلة التالية ما نواتج تفاعل حذف الماء عندما يكون الإيثانول متفاعل أو إيثانول وأحذف منه ما إذن سيعطيني إيثين وما ما ناتج تفاعل هدرجة البروبين عندما يكون البروبين والهيدروجين متفاعلين روبين وهيدروجين إذن متفاعلين إذن سيعطيني إضافة هيدروجين إذن البروبين وهو الألكين يتحول إلى بروبان إذا تفاعل الإيثين والكلور لتكوين 1.2 شرطة ثناء كلورو إيثان فما نوع هذا التفاعل؟ إذن لدي إيثين وكلور إذن هنا مع بعض أصبحت تفاعل إضافة هنا 11 ما نوع التفاعل الذي تمثله المعادلة أدناه التي تحتوي على الصيغ بنائية؟ لاحظوا التفاعل كان يحتوي على فلور وفلور لذرتين كربون متجاورة أصبحت الفلور والفلور خارج هذا المركب وتكون لدي رابطة ثنائية إذن مباشرة سأقول أنه تفاعل حذف حيث أنني نزعت أو حذفت الفلور والفلور ما نوع التفاعل الذي يحدث عند تحويل دهن غير مشبع إلى دهن مشبع؟ كان غير مشبع وأصبح مشبع إذن إضافة هيدروجين وهو الهدرج في أي نوع من التفاعلات تحذف مجموعة من الدرات من درتين كربون متجاورتين؟ فتتكون رابطة إضافية بينهما بما أنني خذفت سيتم بعد الحذف إضافة رابطة حتى تقوم بالتعويض إذن هنا تفاعل حذف صنف كل تفاعل إلى استبدال أو تكاثف أو إضافة أو حذف لاحظ هذا التفاعل لاحظ هنا المتفاعلات كان يوجد OH لاحظ وهنا كان يوجد اثنين هيدروجين لاحظ هنا أصبح لدي واحد هيدروجين أصبح لدي واحد هيدروجين ورابطة ثنائية إذن هنا تم حذف جزء ما تم حذف جزء ما إذن التفاعل نوعه حذف الآن اسم نوع المركب العضوي الناتج عن التفاعلات التالية الحذف في الكحول النوع المركب للزينتج الكين صنف كل من التفاعلات العضوية الآتية إلى استبدال أو إضافة أو أكسدة واختزالة وحذف وتكاثف لاحظ كان اثنين بروبانول أصبح بروبين وماء بروبين وماء إذن أنا حذفت منه حذفت منه الماء إذن خلاصة يمكن تصنيف معظم التفاعلات المركبات العضوية ضمنه واحد من خمسة أنواع استبدال، أكسدة، اختزال، تكاثف، حذف وإضافة يمكن معرفة المركبات العضوية المتفاعلة من توقع نواتج التفاعل ننتقل للتقويم صلب كل تفاعل إلى استبدال أو تكاثف أو إضافة أو حذف لاحظ كانت هنا رابطة ثنائية وأصبح فقط اللي هو أحادية فهنا نقول أن التفاعل تفاعل إضافة التفاعل الثاني لاحظ كان يوجد فيه اللي هو الهيدروكسيل وهنا كان هيدروجين الثنتين أصبح هنا واحد وتحول بدل الهيدروكسيل رابطة ثنائية إذن هنا حذف إذن حذف حدد نوع التفاعل العضوي العضوي الذي يحقق أفضل ناتج لكل عملية تحويل من هالد الكيل إلى الكين من هالد الكيل إلى الكين إذن أعطاني رابطة ثنائية سنقول حذف من الكين إلى كحول فهنا أضفت له إضافة كحول وحمض كاربوكسيلي هنا أعطاني إستر نقول تكاثف الكين هالد الكيل سيعطيني إضافة أكمل المعادلات التالية طبعا هنا إضافة الهيدروجين للرابطة ثنائية سيعطيني الكان وهنا في حالة هذه اللي هو استبدال استبدلنا الهيدروكسيل بالكلور فأعطاني كحول إلى هنا الطلاب نصل إلى نهاية الدرسين لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته